علاقت الفنانة نيلي كريم على الهجوم اللي اتعرض له زوجها الفنان ولها بالسكواش هشام عشور وده بسبب مشاركته معاها في مسلسل عملة ندرة اللي اتعرض في رمضان اللي فات وقالت نيلي كريم خلال أحد اللقاءات الإذاعية تعليقاً على الموضوع ده كلنا بنعدي بالمرحلة اللي مر بيها هشام عشور وأي حد بيجي يمثل أول مرة إما بيتشتم وبعد كده يكمل أو يتشكر وبعدين يتشتم وأنا تشتمت أول ما بدأت أمثل لما عملت الفوزير وقالوا إني نسخة مشوهة من نيلي وشريهان الفنانة نيلي كريم قالت كمان اتكتب علي مقالات فيها شتيمة أول ما بدأت أمثل خصوصاً مع تجربة الفوزير وبعد الشتائم اللي اتعرضت ليها لقيت سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة عايزاني معاها في مسلسل وجه الأمر فقلت لها الناس كلها شتمتني وانت جبتيني ليه فقالت لي أنت كويسة قوي وماليش علاقة باللي بيشتمه وكملت نيلي كلامها وقالت الشتيمة اللي تشتمتها في الأول ماهتمتش بيها ومشيت في طريق وأي ممثل في بداية المشوار بيحتاج لدعم لكن فيه ناس كتير نجحوا وتشتموا في الأول